مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناة مساء الأخبار اليوم نأخذكم في رحلة مثيرة لاستكشاف توقعات ليل عبداللطيف الشخصية التي لطالما أبهرتنا بتوقعاتها الجريئة والمثيرة للجدل ترقبوا معنا أبرز ما قالته عن الأحداث القادمة وما إذا كانت رؤيتها ستتحقق مجدداً أم ستظل مثار نقاش ابقوا معنا التفاصيل بعد إليل قبل ما نبدأ متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة يلا نبدأ حلقة جديدة من توقعات سيدة التوقعات ليلى عبداللطيف النهاردة هنتكلم عن توقعاتها اللي اتحققت وأحداث منتظرة في باقي السنة 2024 والسنة الجديدة 2025 ليلى عبداللطيف اللبنانية كانت توقعت مجموعة كبيرة من الأحداث اللي هتحصل في المرحلة الجاية زي ما قالت إننا هنشوف رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي واقف قدام القضاء وفي الفترة الأخيرة حصل التطورات بخصوصه زي إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارات باعتقاله هو ووزير دفاعه السابق بتهم جرائم حرب بتقول ليلى كمان إن الفوضى اللي بتحصل في إسرائيل بسبب الحرب على غزة هتتسبب في إقالة رئيس الوزراء من منصبه وكمان أشارت لدعاوة أضائية من دول عربية وإسلامية ومنظمات دولية وأهالي الضحايا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية أما عن باقي توقعتها للمرحلة اللي جاية ليلى بتتوقع إن العراق هيكون محط اهتمام عالمي بسبب قرارات جريئة من رئيس الوزراء هناك وده هيخلق حكومة إنقاذ وطنية توحد الصفوف وعن اليمن قالت إن السعودية هتلعب دور قيادي في الوصول لاتفاق سلام يوحد الأطراف اليمنية وينهي الصراع وبالنسبة للعلاقات الإقليمية ليلى بتتوقع مصلحة بين إيران ودول الخليج بواسطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكمان تقارب بين إيران ومصر وفي لبنان بتقول إن الشيخ سعد الحريري هيرجع بشكل مفاجئ ودوره السياسي لسه مخلصش أما في المغرب فتوقعت اكتشاف تروة نفطية جديدة هتعمل طفرة اقتصادية كبيرة وفي تونس توقعت انتفاضة ضد الفساد والتطرف هتنجح في ظهور قيادات جديدة تعيد الاستقرار ليلى كمان توقعت دور جزائري أوي في حل الأزمة الليبية مع تطورات إيجابية داخل الجزائر نفسها زي تحسن الوضع الاقتصادي أما في السودان بتتوقع تصعيد كبير في النزاع مع الاحتمالات تفجيرات واغتيالات وإن الحل مش هيجي إلا بحكومة مدنية جديدة وعلى المستوى العالمي بتقول إن زلزال قوي ممكن يضرب إيران ويمتد لدولة عربية تركيا وأمريكا هيتعرضوا لأحداث كبيرة زي زلازل والطرابات اقتصادية أما في لندن توقعت موجة حرائق ضخمة في صيف 2025 هتسبب حالة من الضعر باختصار التوقعات بتتكلم عن تغيرات جزرية وأحداث كبيرة في مختلف الدول خلال السنين الجاية ليلى عبداللطيف كمان أشارت إلى إن سنة 2025 هتكون سنة مليانة بالتحديات على المستوى العالمي توقعت إن الولايات المتحدة هتواجه مشاكل كبيرة زي ارتفاع معدلات البطالة، زيادة الضرائب، وتدهور الوضع الاقتصادي وده هيؤدي لاحتجاجات واسعة في الشوارع وبعض الولايات وقالت إن أمريكا هتبقى بين الصعود والهبوط وإن الحرب البردة بينها وبين روسيا هتاخد شكل جديد على أرض بعض الدول العربية والأفريقية روسيا؟ بحسب توقعتها، هتفاجئ أمريكا بخطوات غير متوقعة في الشرق الأوسط وده هيحط الإدارة الأمريكية في حالة تأهب قصوى عشان تتعامل مع السيناريوهات الأسوأ أما أوروبا، فحزرت من أحداث كبيرة، زي الحرائق اللي هتحصل في لندن وقالت إن دخان كتيف هيغطي السماء وهيتسبب في حالات اختناق وإغماءات بسبب كسافته وبالنسبة للطبيعة، ليلة توقعت إن العالم هيواجه كوارث بيئية متزايدة زي زلازل قوية أتصل شدتها لأكتر من سبع درجات على مقياس ريختر أمريكا، هتشهد زلزال مدمر وأحد المدن التركية ممكن تتعرض لحادث كبير يسبب فوضى والطراب واسع وبالعودة للدول العربية، توقعت إن ليبيا هتبدأ طريق الاستقرار بدعم كبير من الجزائر وإن المغرب هيستغل ثرواته الطبيعية الجديدة في رفع مستوى المعيشة للشعب المغربي أما في تونس، الانتفاضة التي توقعتها هتقود البلاد لمرحلة جديدة من الازدهار مع صعود قيادات سياسية جديدة تحقق العدالة والاستقرار كمان قالت إن السودان هيعيش مرحلة صعبة مع استمرار النزاعات والاغتيالات ولكن الحل هيكون بعودة الحكم المدني وفي اليمن، السعودية هتكون لاعب رئيسي في إنهاء الصراع وتوقيع اتفاقية سلام على صعيد آخر، أشرت ليلى إلى إن التكنولوجيا هتلعب دور كبير في تغيير موازين القوى العالمية وإن بعض الدول هتستخدمها كسلاح جديد في الصراعات باختصار، ليلى عبداللطيف بتقول إن السنوات اللي جاية هتشهد تحولات جذرية على كل المستويات سواء سياسية، اقتصادية أو بيئية وإن العالم داخل على مرحلة مليانة بالأحداث الكبيرة والمفاجآت توقعت ليلى عبداللطيف أيضاً أن السنتين المقبلتين سيشهدان تغييرات ضخمة على مستوى العلاقات الدولية والاقتصادات العالمية ذكرت أن هناك دولاً ستنجح في تحقيق اختراقات كبيرة بينما ستعاني دول أخرى من أزمات خانقة قد تغير مشهدها السياسي والاجتماعي توقعات إضافية للدول العربية السعودية ليلى توقعت أن السعودية ستستمر في لعب دور قيادي في المنطقة مشيرة إلى خطوات سعودية كبيرة لدعم استقرار الشرق الأوسط خاصة من خلال مبادرات لإنهاء صراعات قائمة وتوطيد العلاقات مع دول أخرى مثل اليمن وإيران كما توقعت أن المملكة ستشهد تطوراً تكنولوجياً واقتصادياً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة لبنان رأت ليلى أن لبنان سيواجه تحديات كبيرة منها تصعيد في الشارع قد يؤدي إلى اشتباكات مسلحة في بعض المناطق ولكنها أشارت إلى أن هذه التوترات ستفتح الباب أمام تغييرات سياسية مع اختفاء شخصيات بارزة من المشهد السياسي وظهور قيادات جديدة كما توقعت أن عودة سعد الحريري المفاجئة قد تكون نقطة تحول خصوصاً في توحيد بعض الأطراف المغرب توقعت أن الاكتشافات النفطية والغازية في المغرب ستحدث نقلة اقتصادية هائلة مما سيعزز مكانة المغرب على الساحة الدولية وأكدت أن هذه الثروات ستنعكس إيجابياً على مستوى المعيشة داخل البلاد مع قرارات ملكية تدعم التنمية الشاملة الجزائر توقعت أن الجزائر ستلعب دور الوسيط في حل النزاعات الليبية مع تحقيق تقدم داخلي ملحوظ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كما أشارت إلى ظهور الجزائر كقوة إقليمية مؤثرة بحلول عام 2025 تونس توقعت انتفاضة شعبية واسعة ضد الفساد والإرهاب مما سيقود إلى تغيير سياسي جذري وظهور قيادات جديدة قادرة على تحقيق العدالة والتنمية كما أشارت إلى أن تونس ستشهد ازدهاراً اقتصادياً يعيدها إلى مسار الاستقرار السودان توقعت تصعيداً خطيراً في النزاع السوداني مع مزيد من المواجهة والدماء ومع ذلك أكدت أن الحل سيكون في عودة الحكم المدني وانتخاب حكومة جديدة تنهي الأزمة أحداث عالمية كبرى أوروبا توقعت أن حرائق صيف 2025 في لندن ستكون حدثاً غير مسبوق مع سحب دخان كثيفة تغطي السماء وتؤثر على الصحة العامة كما توقعت زيادة التوترات السياسية والاجتماعية في بعض الدول الأوروبية بسبب الأزمة الاقتصادية الولايات المتحدة أشارت إلى أن أمريكا ستواجه عاماً مليئاً بالاضطرابات مع تدهور اقتصادي يؤدي إلى احتجاجات شعبية واسعة كما توقعت زلزالاً مدمراً في إحدى الولايات الأمريكية قد تكون شدته أكبر من سبع درجات مما سيزيد الوضع تعقيداً تركيا توقعت أن تشهد إحدى المدن التركية كارثة كبيران تسبب فوضى وارتباكاً على المستوى الداخلي إيران توقعت حدوث زلزال قوي يضرب إيران ويؤثر على دولة عربية مجاورة مما يسبب حالة من الذعر والهلع نظرة مستقبلية ليلة عبداللطيف ختمت توقعاتها بالتأكيد على أن العالم يمر بمرحلة انتقالية كبرى حيث ستشهد السنوات القادمة صعود قوى جديدة وانهيار أخرى مع تغييرات كبيرة في التوازنات السياسية والاقتصادية العالمية كما أكدت أن التكنولوجيا والكوارث الطبيعية ستكون عوامل حاسمة في تشكيل مستقبل الدول والمجتمعات توقعات إضافية للمنطقة والعالم الخليج العربي توقعت ليلى أن دول الخليج ستستمر في تحقيق قفزات اقتصادية كبيرة خاصة مع التحول إلى اقتصاد متنوع يعتمد على الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة السعودية والإمارات وقطر سيكن لهن الدور الأكبر في قيادة هذه المرحلة خاصة في مشاريع الطاقة النظيفة والتوسع في الاستثمارات الدولية مصر توقعت أن تشهد مصر تحسنا في العلاقات مع دول مثل إيران وهو ما سيعيد تشكيل المشهد الإقليمي خاصة مع وسطات سعودية لدعم التقارب كما أشرت إلى أن مصر ستتخذ خطوات لتعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية والطاقة ليبيا توقعت أن الأزمة الليبية ستقترب من الحل مع وجود دعم جزائري قوي وإجماع عربي على إنهاء الصراعات هناك كما قالت إن عودة الأمن إلى ليبيا ستفتح الباب أمام استثمارات ضخمة لإعادة الإعمار اليمن أشارت إلى أن اتفاق السلام الذي سيجمع الأطراف اليمنية سيكون خطوة تاريخية خاصة برعاية السعودية اليمن سيبدأ مسارا جديدا نحو الاستقرار والتنمية فلسطين توقعت ليلة استمرار الأزمات في فلسطين المحتلة ولكنها أشارت إلى أن الضغط الدولي على إسرائيل بسبب اتهامات جرائم الحرب قد يؤدي إلى تغيرات سياسية كبيرة داخل إسرائيل خاصة مع الطرابات داخلية كوارث طبيعية وأزمات بيئية زلزال مدمر في إيران توقعت أن زلزالا قويا سيضرب إيران مما سيتسبب في خسائر فادحة وقد يمتد تأثيره إلى دولة عربية مجاورة ما يثير حالة من الهلع الولايات المتحدة وتركيا زلزالان كبيران قد يضربان مناطق حساسة في كل من أمريكا وتركيا مما سيؤدي إلى فوضى اقتصادية وإنسانية حرائق غير مسبوقة في أوروبا حرائق صيف 2025 في لندن ستترك آثارا ضخمة على الصحة العامة والبيئة وستكون بمثابة جرس إنذار لتغيرات مناخية خطيرة الصراعات السياسية الدولية الحرب الباردة الجديدة توقعت ليلى أن الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا سيأخذ أبعادا جديدة خاصة في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا حيث ستتصاعد المنافسة بين القوتين على النفوذ أوروبا أشارت إلى تصاعد الأزمات الاجتماعية والسياسية في أوروبا مع زيادة الاحتجاجات الشعبية بسبب الأزمات الاقتصادية والضغوط البيئية الصين ذكرت ليلى أن الصين ستستمر في الصعود كقوة اقتصادية وعسكرية مما سيزيد من التوترات مع الولايات المتحدة خاصة في منطقة المحيط الهادئ نظرة شاملة لعام 2025 أنهت ليلى عبداللطيف توقعتها بالتأكيد على أن عام 2025 سيكون عاما حاسما على مستوى العالم مليئا بالكوارث الطبيعية والتحولات السياسية الكبرى ورغم كل التحديات أشارت إلى أن بعض الدول ستتمكن من الاستفادة من هذه الأزمات لتحقيق تقدم كبير بينما ستجد دول أخرى نفسها في مواجهة أزمات غير مسبوقة قد تغير مسارها بالكامل